مرحبا أوروبا تنطلق من 14 يونيو ل14 يوليو نهائيات كأس أوروبا 2024 بألمانيا عشر مدن بتستضيف الحدث الأقوى أوروبيا الافتتاح بميونيخ والختام ببرلين أبرز المرشحين كالعادي بالسنوات الأخيرة فرنسا إنجلترا وخلينا نقول ألمانيا وإيطاليا ومنتخب آخر هو الحصان الأسود حيكون بانتظار المفاجآت بالحلقة الأولى من برنامج حوار الكرة اللي رح يستمر معكم طيلة كأس أوروبا وكوبا أمريكا رح نتعرف على أمور كتار من المشجعين بعدهم عم يسألوا عنا نظام البطولي 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات من 4 منتخبات بحال التعادل بالنقاط بين منتخبين على الأقل بالمجموعة ذاتها تحدد الأفضلية وفق التراتبية التالية عدد النقاط بالمواجهات المباشرة فارق الأهداف المسجلة خلال المواجهات المباشرة وبالأخير عددها بتنطلق بعض المباريات الإقصائية مع إمكانية التمديد لشوطين إضافيين وركلة ترجيح يسمح لكل منتخب بإجراء خمس تبديلات بكل مباراة ويمكن إجراء تبديل سادس بحال وجود وقت إضافة بمباريات خروج المغلوب سمح الاتحاد الأوروبي للمدربين باستدعاء بين 23 و 26 لاعب بالنسبة للإيقافات على غرار جميع البطولات الكبرى اللاعبين أو الإداريين من بينهم المدربين اللي بيتعرضوا للطرد بتم إقصاء مباشرة عن المباراة التالية أما بحال حدوث مخالفة خطيرة يمكن للهيئة التأديبية بالاتحاد الدولي رفع العقوبة وتوسيعها لتشمل المسابقات الأخرى بالنسبة للإنزارات فبتم إيقاف اللاعبين والإداريين اللي بيحصلوا على بطاقتين صفر للمباراة التالية لكن بتعود الأمور إلى الصفر بنهاية الدور ربع النهائة صار فينا نسمع ونفهم ليه الحكم أخذ هيدا القرار بعد عودته لحكم الفيديو المساعد لأنه هالأمر سيعلم بالملعب الحوار الوحيد المسموح فيه لشرح القرارات بيكون بين الحكم وقائد المنتخب أي لعب بيطعن بقرار أو بيطلب تفسير البطاقة الصفرة بانتظاره خلينا بالمهم الجوائز المالية الاتحاد الأوروبي بيوزع 331 مليون يورو نحو 360 مليون دولار على المشاركين الـ 24 كل المشارك بيحصل على 9.25 مليون يورو بينما بيحصل الفيز على 28.25 مليون إذا فيز بمبارياته 3 بالدور الأول قبل ما انتقل للفقرة الثانية لفتني تصريح قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014 ومدير كأس أوروبا 2024 فيليب لام اللي تمنى أنه تجمع المسابقة الناس معا بوقت الانقسام وعدم الوحدة بكل أنحاء القارة ما وراء الصورة بهذه الفقرة حتشوفوا أمامكم صورة وأنا بقلكم قصطة الصورة الأولى مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان عم بحزير لن أسمح بأحد أنه يناقش حول مانويل نوير بعد ارتكاب الحارس المخضرم خطأ جديد خلال الفوز الودة على اليونان وتابع لما يرتكب خطأ من السهل أنه نحكي عنه لكن بالنهاية المطاف كانت سلسلة من الأخطاء صدت لت كرات رفيعة المستوى صدت ما في لأي حارس آخر القيام بها الأمور بخير صورة الثانية المدافع ماتياس ديليغت حذر من أنه منتخب بلاده هولندا من الصعب التغلب عليه خلال كأس أوروبا 2024 ثقة عالية لقطب دفاع باير ميونيخ الألماني اللي تابع أنه هولندا عنده لكتير من اللاعبين اللي بيلعبوا بأندي أوروبية كبرى وعدد قليل نسبيا من اللاعبين بالدورة الهولندا ولهيك من الصعب التغلب عليهم شو رأيكم؟ معقول تعملها هولندا وترفع الكأس للمرة التانية بتاريخها؟ بالصورة الثالثة مجموعة الموت أكيد عرفتوا عن أي مجموعة إيطاليا، إسبانيا، كرواتيا وألبانيا يا حرام على ألبانيا كيف ما برمت في كتيبة نجوم بوجه؟ معقول تكون ألبانيا الحصان الأسود؟ الصورة الرابعة بدافع لاعبي المنتخب الأوكراني عن ألواب بلدهم اللي بعاني من الغزوة الروسية من أكتر من عامين من دون ما يغيب عن بالهم الجنود اللي عم بدافعوا على أرضهم بسلاح حارس أوكرانيا لونين قال الصعوبة الحقيقية هي الحرب ببلده ما كان وجود عائلتي وأصدقائي مش من السهل الذهاب إلى التدريب كل يوم مع تلقي أسوأ الأخبار الممكنة بالصورة الخامسة قائد ومهاجم إنجلترا هاري كين هداف كبير وتاريخي ما حدا بقول غير هيك شدد على فرص بلاده بالفوز بالبطولة القارية واللي حتكون الأولى منذ تتويجه على أرضه بمونديال 1966 ولكن يا هاري قبل كل بطولة منسمع هيك تصريحات برأيي فكر كيف تعود منتخبك بعد إهدارك ركلة جزاء حاسمة أمام فرنسا بربع نهاية مونديال قطر توب 5 لليوم مع خمس لعبي مخضرمين رح يرقصه الرأس الأخيرة بكأس أوروبا البرتغالي كريستيانو رونالدو بخود الناس خساتسي والإحدعش عموما بالبطولات الكبرى وبيسعى لتعزيز رأم القياسي لناحية أكتر عدد من الأهداف بالنهائيات بعتقد أنه خوضه بطولة سابعة صار صعب لأنه بيكون بلغ 43 سنة سجل أفضل لعب بالعالم سابقا 44 هدف ب45 مباراة مع النصر السعودي بمختلف المسابقات هيدا الموسم وصنع 13 تمريرة حاسمة الألماني توني كروس البطولة الأخيرة لابن الأربعة وثلاثين سنة على الصعيد الدولي وكرة القدم عموما ارتدى توني أميس المنتخب للمرة الأولى عام 2010 أمام الأرجنتين ولعب دور محورة بتتويج ألمانيا بمونديال البرازيل 2014 بيتميز بابتكاره بوسط الملعب رؤيته الشاملة تمريراته تنفيذه لركلات السابتة والركنيات وخدوها المعلومة الألماني بيكون أحد أكتر اللاعبين تتويجا بالألقاب من بين 23 لقاب مع ريال مدريد الفرنسي أوليفيال جيرو بودع ابن 37 عام المنتخب الفرنسي بعد 133 مباراة دولية سجل خلالها 57 هدف كأفضل هداف بتاريخ الديوك سجل أربع أهداف بمونديال 2022 بقطر وساهم ببلغ منتخب بلاده المباراة النهائية لخسرها بوقتها أمام ميسي الكرواتي لوكا مودريتش اللاعب الوحيد اللي تمكن من خرق ثنائية ميسي رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم برأيي أنه ابن 38 عام صار وقت يترك مجال لغيره واعتزاله الدولة على الأرجح يكون بعد كأس أوروبا الألماني مانويل نوير غاب ابن 38 سنة عن الساحة الدولية منذ انتهاء المشوار المخيب لألمانيا بكأس العالم 2022 بسبب الإصابة أحد أفضل حراس المرمى بتاريخ الكرة المستديرة خاد 119 مباراة دولية منها 49 بشباك نظيفة أما التوب فايف الثاني لليوم فهي بتجمع بين الماضي والحاضر خلينا نتعرف على خمس أرقام من الصعوب تحطيمة بالمركز الأول تسع أهداف بنسخة واحدة رقم قياسي لميشيل بلاتيني خلال قيادته فرنسا لإحراز لقب 1984 على أرضه ضروري تعرفوا أن التسع أهداف سجلت بخمس مباريات بس بالمركز الثاني أكبر نتيجة بمباراة نهائية إسبانيا استعرضت وهزت شباك إيطاليا أربع مرات لتحرز بـ 2012 تالت أكبر لقب تواليا بعد كأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 بالمركز الثالث مين غيره؟ كريستيانو رونالدو سجل 14 هدف بكأس أوروبا بخمس نسخ مختلفة وهالرقم قابل للتعزيز من بين الهدفين المستمرين بالمنافسة الفرنسي أنتواني كريزمان اللي سجل سبع أهداف بالمركز الرابع أصغر لاعب مشارك بكأس أوروبا كان البولندي كاسبر كوزلوفسكي بعمر 17 سنة و246 يوم لاعب وقته ضد إسبانيا بعام 2021 أخيرا وليس آخيرا الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة بمباراة وحدة تسع أهداف بعود لإفتتاح النسخة الأولى بين يوغوسلافيا وفرنسا خمسة أربعة النتيجة بستة يوليو 1960 إلى النسخة 2024 بتنطلق المباريات الساعة 11 مسجمعة 14 يونيو بتوقيت أبوضبي بين ألمانيا وسكوتلندا ألمانيا بتحتل المركز 16 عالميا وبتتسلح بمجموعة بتجمع بين الشباب والمخضرمين وضيفتها بالمركز 39 عالميا التوقعات بتصب لمصلحة صاحب الأرض ولكن من بينسى شو صار بصاحب الأرض بالبطولات الكبرى خلال السنوات الماضية؟ بالجولة الأولى مباريات قوية مرتقبة أيضا أبرزها السبت بين إسبانيا التامنة عالميا واللي بتعتمد على الشباب أمام كرواتيا العاشرة عالميا الساعة 8 مساء بظن التعادل هو الأقرب ولكن خبرة كرواتيا بالمباريات الكبيرة يمكن تكون العامل الحاسم إيطاليا التاسع عالميا وحاملة اللقب واللي فاجأت الكل بيورو 2021 بتواجه ألبانيا 66 عالميا الساعة 11 مساء في مشكلة إذا عانت إيطاليا لتفوز لأن الجمهور الأزرق ما بقى قادر يتحمل إخفاءات إنجلترا المرشحة الأبرز للقب ووصيفة النسخة الماضية والمصنفة الرابعة عالميا تتحدى صربيا لـ 33 عالميا يوم الأحد الساعة 11 مساء جاريث ساوثجيت إما اللقب أو الرحيل لأنه عن جد الجماهير الإنجليزية ما بقى فيها تصبر فرنسا وصيفة بطل العالم والمصنفة الثانية عالميا والأولى أوروبيا بتواجه النمسا الساعة 11 من ما ستنين بطلة العالم عام 2018 حان الوقت إنه تكون بطلة القارة العجوز كل الترشيحات بتصب لمصلحتها إلا أنا صراحة حاسسها رح تغادر قبل الدور ربع النهائية باي باي أوروبا